حائق عن هارت بيست يعتبر هارت بيست نوعا من الضباء الأفريقي المعروف بمظهره وسلوكه المميزين هناك العديد من الأنواع الفرعية من هارت بيست ويمكن العثور عليها في مختلف الموائل عبر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ينتمون إلى جنس السلافس وعائلة بوفدي والتي تشمل أيضا الضباء الأخرى والماشية والجموز تتميز وجوهها الممدودة بجباه طويلة منحدرة مع حوف عظمية على جماجمها أرجلهم طويلة ونحيلة نسبيا مما يجعلها مناسبة بشكل جيد للجري وعبور الأراضي عشبية المفتوحة عاد ما تكون معاطفهم ذات لون بني محمر إلى رملي ولها ظهر منحني وهي ميزة أخرى ميزة يعتبر هارت بيست من الرعاة في المقام الأول ويتغذى على الأعشاب والنباتات الأخرى يسكنون جموعة متنوعة من الموائل بما في ذلك السفن والأراضي العشبية والأراضي الحرجية المفتوحة توفر لهم هذه الموائل للنوارد اللازمة للتغذية والغطاء أحد السلوكيات الملحوظة لهوت بيست هو ميلهم إلى الجري في نمط متعرج عندما يشعرون بالقلق أو التهديد قد يربك هذا السلوك غير منتظم الحيوانات المفترسة ويجعل من الصعب عليهم استهداف فرد واحد بسلب ثقدان الموائل والصيد وعوامل أخرى يواجه بعض سكان هارت بيست مخاوفة تتعلق بالحف تدذل جهود الحفظ لحماية وإدامة سكانها في البرية تعتبر هارت بيست مخلوقات رائعة لتخصائص وسلوكيات فيزيائية فريدة تساعدها على البقاء على قيد الحياة في المناظر الطبيعية الأفريقية ترجمة نانسي قنقر